كلنا شفارية هذه، نحن مالنا علاق، نفتحونا خلينا بسترسي، لمعلمين بديونين، كل واحد بديون للبنك بها لده في مرفأ بيروت وقفت القوى الأمنية فاصلاً بين أصحاب الشاحنات وعمال المرفأ المضربين عن العمل استجابة لدعوة الاتحاد العملي العام وحصلت المواجهة نتيجة إصرار أصحاب الشاحنات على دخول المرفأ بعد توقف العمل في إدارة واستثمار مرفأ بيروت في حين اقتصر العمل على البحر حيث استمرت عملية دخول البواخر وخروجها وتفريغها وشحنها ضمن محطة المستوعبات بدل الأحرامية، الأحرامية موجودين بهالمبنى، نحن جماعة معطرين بدنا نعيش، عندنا مواصفين بدنا ندفع عجريتهم كل واحد ما عيشه 15، 20، 30، 40 مليون، في ناس بتقبض مع عشان واثنان وثلاثة كل تعاهد جوا بيكلب 100 ألف دولار عم يسجلوا 500 ألف دولار هون السرقة والنهيب هون بهذا المبنى اللي ورانا إيجا عيد الفصح الشرقي وعيد الفصح الغربي إيجوا المتقاعدين سكروا بور بيروت نهار، رجع إيجا عيد العمال وهلأ هنا سكروا ثلاثة أيام نحن في بواخر بصل، في برادات، في كونتنورات التجار كلها معطلة المصالح ونحن قاعدين لشغلة وعاملة ما عم بيخلونا نفوتهم، سكرين البواب عملين أبضيات هون على البواب وما عم بيخلونا نفوت نحن نطلب من رئيس الجمهورية ومن دولة الرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يجوا شوفوا الهدر والسرقة وانهيب هون بدارة البور بالبور مالكو الشاحنات في مرفأ بيروت أكدوا أنهم ليسوا ضد من يريدون تحصيل حقوقهم ولكن يرفضون أن يكون ذلك على حساب لقمة يعيشهم هن مش فرقين يمعون، آخر الشهر بيقبضوا معاشاتهم، سواء أخذوا سلسة ولا ما أخذوها بس نحن عم نرفع معاشات من لحم الحياة، عم نرفع معاشات للسائقين بنرفع للميلي، بنرفع للضمان، نعم نجيب المادي 61 من مشروع عنون الموازنة اجي تلغي حقوق موظفين مرفأ بيروت والمصالح المستقلة أضربنا لرفع الصوت، وليس الهدف أن نزعج حدا أو نأثر على عمل حدا إنما المشكل كله بالحكومة اللبنانية لم تبادر إلى أي اتصال اتصلت بكذا مسؤول ما عنده حلول الاتحاد العملي العام أعلن في بيان استمرار الإضراب ومالكو الشاحنات يشيرون إلى أنهم سيلجأون إلى السلبية والتصعيد في حال بقيت لقمة عيشهم رهينة ليالبو موسى قناة الجديد